أكد محافظ المينيا أسام القادي أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الأجهزة التنفيذية لمتابعة النسب ومعدلات التنفيذة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة الجارية بالمحافظات جاء ذلك خلال جولتها التفقدية للمشروعات بمركز العدوى دمن المراكز المرحلة الأولى وأضاف محافظ المينيا أنه تم إدراج مركزي بني مزار وصمنوت في المرحلة الثانية للمبادرة وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي والتي ستقدم أكثر من 55 ألف نسمة ومجمع الخدمات والمجمع الزراعية كما تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية وأعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بالقرية